اشتركوا في القناة بنصف النهاية مع تايلاند وخسر 2-1 هنحكي شوي تفاصيل عن هاي البطولة هنحكي شوي عن لاعب جديد قريب انه ينضم للمنتخب اللبناني غير ليوناردو شهين في موهب جديد عم تتقلق وعم تلعب بشكل اساسي مع فريق عم بيلعب بدورة اوروبا وهيدا الفريق بيلعب بالدرجة التانية يعني تحت الممتازة بالدنمارك النادي اسمه آسي هورسنس واللاعب اسمه آنجلو نعمة قبل ما نبدأ هاي الحلقة بحب بس بشكل كتير محترم وهيكي قصير جدا رد على الكابتن ردا عنتر اللي بأحد المقابلات الجديدة بيسألوا الموزيع انه بتتوقع انه في شي لاعب لبناني يحترف باوروبا رح قليكن تسمعوا وبعدين رح نرجع للبودكاست يوم بلبنان فيش لاعب لبناني بيقدر يحترف برا برا وين برا باوروبا مش لأنه ردا عنتر او يوسي محمد لبنانية احترفوا برا معنات ايا لبناني بيحترف برا اوكي انا كنت استثنائي انا ما عم بحكي على الحالة يمكن هاي الجيل ما بيعرفني هاي الجيل اللي عم بيلعب معه حادرني حادرني انا اللي بيعب بالتضاوم الريكب تراه عم بيلعب نص اجر وشيب 6 اهداف ب12 ماتش يعني دورة ضعيف دورة ضعيف يعني ولا لعب لبناني نو ما عندي شي شخصي ضدهم اوكي ان شاء الله ننشوف معنا هيدا الجيل يختلف هيدا الجيل موهوب جدا بس ما فهم اللعبة انا بحضر وبشوف تعليقاتكم انا بحضر المباراة تحضر الماتش بتشوف انو هاللعب عم بيلعب تالنتد بس ما فهمها للعبة او يمكن نحن عمين عليهم لانو اللعب اليوم الجيل اليوم انا لعب مع الكابتن جمالطة لعب مع كابتن موسى حجيز لعب مع الكابتن فؤاد حجيزي بابكين هيدا كريم الفوتبول عم بحكيك وكنت لعب اساسي مع هود القبار اللعب بحكي مون بس لما كانوا يحكموا مع اسمع الكلمة ورد عليهم لانو تعلم من كل واحد شوف شو موسى كيف بد يستلم عمر 18 سنة تعلم موسى كيف بد يستلم تحت ضغط عمر 18 سنة تعلم من جمالطة كيف روح العرضة الكبيرة وسجلت اهداف اكتر منه براسة بعدين لانو بدي يتعلم بس ما كانت قلهم عم بتعلم منكم بس لما بيحكوني اخد اسمع منهم اخد الشي اللي بد ااخده المنيح بس اليوم تحكي مع لعب بلعك منها شو اللعب طب انت كنت ضد مبدأ استقدام عدنان حيدر ولا ضد توقيت طرح براجعة عدنان لا ضد ولا توقيت في يجي اي وقت اهلا وسهلا بس انا ضد بس يجي لعب بلش يحرقوا بلاعب المحلي انهل ضدهم ما ضد اي شاء الله يجي قبل المبارات بيوم يكون يمنيوح يلعب ما فيك انت تختبر لعب تقوله تشوف مبارات اليمن محترام المنتخب اليمني اذا بيجمع النجمة والانصار نجمع النجمة والانصار من اغلبهم اليمنية ما عارفين لعبوا في وصنعبات عملتوا لي يا سوري محترام الا اللاب ممكن يكون مبتأس حرام مش ظلم لا ما ناجم الظلم على اللاب ما بدي احكي بس التريع اللي عملتوا حرقتوا اللاب المحلي ما بتحكوا عني بالزاد بس فيه لعيبي عندي عامر خان وانا عم بلعب عدنان حيدر عامر خان فيه لعب هناك وانا عم بلعب عدنان حيدر فاور فيه لعب وعباس عطوي فيه لعب كلهم فيه لعبوا بالنوروج انت بتعرف كلهم فيه لعب ما عم بقلك الصبي عاطب الصبي ممكن يساعدنا وان شاء الله ييجي ويساعد المنتخب وانا بكون كتير مبسوط بس انا لما بحاجم ما عم بحاجم اللاب هني من هول اشي عم بيعمل حزازيات يكرهوا اللعب اللبناني باللعب اللعب اللي عم يجي من بره بالعكس انا قلت له ما كن لعب اللبناني يقولوا بلك لعب مخترب انا ما قلت لك لعب مختلف كلنا لبنانية صحيح اول شي بالمقابلتان الكابتن رضا عنتار بيقول باول مقابلة اللي هي الاجدد بيقول انه ما بيشوف ولا لاعب لبناني قادر يحترف باوروبا انا بايدك الرأي كابتن رضا برافو والدليل على كلامك انك انت شخصيا بعتت لاعبان من الدورة اللبناني وفشله باوروبا اللي هن علي الحاج بالنمسا و مهدي خليل بالنروج والنروج اللي كنت عم تحكي عنا بالمقابلة التانية انه مطرح ما كان عم بيلعب عدنان حيدر الليعبنا الدولي السابق اللي كان محترف بالدورة الممتاز بالنروج هناك فيه يحترف هيثن فعور وفيه يحترف الكابتن عباس عطوي وفيه يحترف عمر خان اوكي ليش محترفه بالنروج كابتن رضا ليش محترف صديقك وحارسنا الدولة مهدي خليل ليش لما سألت الصحف انا شخصيا سألت الصحفيين النرويجيين عن هيدا اللاعب وعن هيدا النادي قالوا لي لاعب عادي جدا واكيد ما حيتعقدوا معه الاندي النرويجية لانه فيه افضل منه بكتير فبحس من الظلم ومن يعني مش زابطة انه نقارن بالتسعة وتسعين شو كان فيه عندنا ملاعب وبالالفان شو كان فيه عندنا ملاعب واليوم شو فيه عندنا ملاعب عندك ملعب جونيا عندك ملعب الصفا عندك ملعب العاهد عندك ملعب ترابلوس قول هنه اما بالتسعة وتسعين وبالالفان كان عندك المدينة الرياضية بعدها جديدة شايل النيلون عنها وعم تلعب كان فيه عندك ملعب البلدة كان فيه عندك ملعب صيدة كان فيه عندك ملعب ترابلوس الأولمبي كان عندك ملعب ترابلوس عندك ملعب بعلبك عندك عدة ملاعب برج حمود كان بعضه شغال فمن الظلم ومن المحسس يعني فيه عدل انه نقول انه ما في ولا لاعب لبناني قادر يحترف لأ فيه لاعب يمكن قادرين يحترفوا بس مش بكولن مش بفرايبورغ مش بهامبورغ بس بده اللاعب يضحي شوي من كم سنة اجي له عرض للاعب منتخب لبنان ما رح نسميه اكيد مع الاحترام للشخص اللي خبرنا الخبرية اجي عرض من دورة الدرجة التانية بفرنسا الليك دو مش الليك اه عتجربة اسبوع بده يتجرب اللاعب مثل ومثل اي لاعب اللاعب رفض قال انا ما بروح تجربة ما اذا بدنا نضل بهاي العقلية اكيد ما في ولا لاعب لبناني بيرجع بيحترف واذا بدنا نحكي شوي عن كأس تايلاند الكنجس كاب اللي حيشارك فيها منتخب لبنان النسخة هاي اللي حيشارك فيها منتخب لبنان منتخب تايلاند منتخب العراق الشقيق ومنتخب الهنت لبنان مشارك فيها سابقا لهاي البطولة بالالفان وتسعة خسر ضد تايلاند اثنان واحد المنتخب اللبناني عنده تاريخ جيد جدا ضد تايلاند باخر مبارتين الرسميتين ضد المنتخب التايلاندي فاز لبنان بالمبارتين خمسة اثنان ذهابا وايابا يعني ببيروت فاز خمسة اثنان وبتايلاند فاز خمسة اثنان فهاي البطولة دغري حينلعب لانه بس اربع فرق فحتنلعب لبنان ضد تايلاند وتايلاند اليوم مجدد صفوفه ومزبطه اموره وعم بيلعب على ارضه وبين جماهيره واكيد هيكون في ضغط على المنتخب التايلاندي انه يحصل يعني يحصل على اللقب وهي ده بيكون اللقب يمكن للخمسة عشر لانه هن اكتر شي فايزين بهاي البطولة بالالفان وتسعة لما نشارك المنتخب اللبناني كان بمقابيره لو فاز كان حيلعب مع المنتخب الدانيماركي الدانيماركي كانت مشاركة وعسابيه المنتخبات الاوروبية كمان مشاركة هي السواد واللي ربحاني اربع مرات هاي البطولة على طول لما نروحوا المنتخبات الاوروبية على هيك بطولات بيروحوا بالشتاء وبيجيبوا بس اللعيبة اللي يعني من الدورة المحلة ما بيجيبوا ابراهيم موفيتش وهنري كلارس وهي دولة لا بيجيبوا كانوا اللعيبة بس من الدورة المحلة ففيز المنتخب السويدي اربع مرات اخرها كان 2013 هلا الخبر الحلو انه رح نشوف عودة لعبنا الدولة اللبنانة الدنيماركة باسل جرادة رجع على المنتخب ونحن كتير سعيدين بوجوده مع المنتخب وان شاء الله تحت كيادة منشوف باسل الجديد منشوف باسل يعني عم بيعمل نقلة نوعية للمنتخب ويعطوه البوزيشن والرول اللي هو بحاجة الى حتى يطلع الموهب اللي هو موجود اللي عنده اياها لانه باسل مجددا انتقل من ابروس على تايلاند تحديدا مع نادة بانكوك يونيتد بانكوك يونيتد اللي رح يشارك بالشامبينز ليج الاسيوية هيلعب مع نادة من كوريا الجنوبية هيلعب مع نادة من سينجافورا وحيلعب مع نادة من هونج كونج فهذه الخبرة هتكون خبرة كتير حلوة للعب للاعبنا الدولي باسل الجرادة اللي مش اول لعب لبناني بيلعب بدور الابطال اسيا سبقوا لعب محمد حيدر ربيع عطايا وليد اسماعيل وعلي حمام لعبوها البطولة ربيع ووليد وعلي لعبوها مع عندي ايرانية ومحمد حيدر لعب مع نادة السعودة اللي هو نادة الفتح اما عصيرة لاعب لبناني دانيماركة فيه خبر حلو وانا شخصيا مهتم بالموضوع ومن كم يوم حكيت احد الصحفيين وحكيت ايضا والد اللاعب اللي هو اللاعب انجيلو نعمة انجيلو موليد لبنان راح من زغرو على الدانيمارك حب كرة القدم وابلش يلعب هذه اللعبة فمنذ زغرو عم بيلعب بعدة اندية وهلا مجددا نضم لنادي اسمه اسي هورسنس اسي هورسنس بيلعب بدورة الدرجة الثانية الممتازة بالدانيمارك يعني مش الممتازة تحت الممتازة وعم بيلعب مع الفريق الاول بعد ما كان مع الفريق تحت التساطاش هلأ صار مع الفريق الاول واساسي مع الفريق ولنشوف هلأ الموسم كيف راح يكون بالدانيمارك انجيلو لاعب منتخب دانيماركي تحت التمنتعاش ومنذ ايام التلقع العائلة تلققوا انه فيه حكة انه يمكن ينضم للمنتخب تحت ال 21 الدانيماركي فالصبع جدا موهوب ممكن يفيد المنتخب اللبناني بشكل كتير كبير لانه نحن بحاجة للمواهب واللي بعدها صغيرة واللي مؤسسة صح لانه اذا منرجع للتاريخ استفادنا من اللعيب اللي مؤسسين صح مثل اليكساندر ملكي اللي مؤسس مانه منتخب السوات تحت ال 18 و 21 وبس الجراده اللي مؤسس مع المنتخب الدانيماركي تحت ال 18 و 19 وتحت ال 21 كمان عدنان حيدر اللي مؤسس مع المنتخب الناروجي تحت ال 18 وتحت ال 19 و 21 فهؤلاء اللعابة اللي بيكونوا مؤسسين صح بيساعدوا اللاعب المحلي صح كيف يتمرن كيف يأكل كيف يشرب كيف ينام يعني حياته الاحترافية الحقيقية فهذا كتير يعني منيح للمنطخب اللبناني وبتصور اندمام عن قريب لليوناردو شاهين يمكن نشوف انجلو نعمة كمان مع المنتخب لانه انجلو بده بس استدعاء من اليكساندر إليتش كونه خلقان بلبنان ما بده يعني بروسيدور الاخوان سكر يعني او غيرهم يعني فبتصور من هاي الناحية سهلة جدا انه نشوف ممكن لعبان جدا دد المنتخب المونتناقرة ممكن تكون مفاجأة لرادولوفيتش لانه رادولوفيتش متل ما بنعرف حيلعب المنتخب اللبناني ضد منتخب المونتناقرة اللي هو مستلمه بعد ما استلم المنتخب اللبناني راح رادولوفيتش واستلم المنتخب ميانمار بعد كم مباراة ما عجبوا اداءه وكنسلوا العقد يعني فمن وقته المدرب ميودراج رادولوفيتش عم بيدرب منتخب بلاده الاصل اللي هو مونتناقرة فرادولوفيتش حافزنا حافزنا لاعب لاعب ما تنسوا انه كان معنا عدة سنين خدنا كأس آسيا كنا 19 مباراة مش خسرانين تحت جياته بس كنا بنلعب ديفنسيف كنا بنعرف ايام رادولوفيتش فننشوف هلأ المنتخب لمن رايح وتصبحون على ألف خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة